يلقب بمنتخب الطواحين الهوائية ويعتبره الكثيرون فاكهة البطولات ويقال عنه كذلك المنتخب قليل الحب فمنتخب هولندا يحضر للبطولات ويمتع المشجعين لكنه لا يتوج فباستثناء أمم أوروبا عام 1988 مع الجيل الذهبي ليفان باستن وروت خوليت وفرانك رايكارد لم يستطع المنتخب المميز بلونه البرتقالي الحصول على أي لقب آخر في تاريخه رغم وصوله لنهائي كاس العالم ثلاث مرات آخرها أمام إسبانيا عام 2010 وحصوله على المركز الثالث عام 2014 نحن دائما لدينا منتخب قوي عبر التاريخ لذا نريد أن نقدم كل ما نملك من إمكانيات في هذه البطولة نحن متحمسون كثيرا والجميع في حالة جيدة لذا نحن نتطلع لتقديم الأفضل يملك الجيل الحالي لمنتخب هولندا خط دفاع ممتاز يتكون من نجم ليفربول فاندايك ومدافع الستي نيثن أيك وظهير انتر ميلانا الأيمن دانزيد دامرفيز وغيرهم يعتبر صمام أمان للمدرب لويس فانخال ويعطيه خيارات تكتيكية أوسع في الوسط والهجوم ويجعله يسعى إلى إحراز النتائج المرجوة لدينا مجموعة جيدة جدا بدأنا اليورو الأخير بقوة وتحمسنا للحصول على المزيد لكننا لم نتخطى ثمن النهائي ما يشجعنا على الذهاب بعيدا في قطر كما لا يخلو خطي الوسط والهجوم الهولنديين كذلك من النجوم حيث يتواجد أسماء رنانا مثل لاعبي برشلونة من فيز دي باي وفرانكي ديونغ وراين جرافنبرغ متوسط ميدان باين مينيخ وغيرهم سيلعب منتخب الطوحين الهوائية في مجموعة البلد المنظم قطر مع السينيغال والإكوادور وتبدو حضوه كبيرة في المرور للدور الثاني فهل يبقى المنتخب البرتقالي فاكهة البطولة كما تعودنا عليه أم أنه سيكون قادرا على حسم اللقب هذه المرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر